عقد وزير الخارجية سمح شكري اجتماعا ثنائيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر ذلك قبيل بادي أعمال لجنة العليا المشاركة ما بين بلدين تناول اللقاء ما بين الوزيرين مجالة التعاون الثنائي بين بلدين الشقيقين حيث أكد شكري على اعتزاس مصر بقوة العلاقات الأخوية التي تجمعهما مع دولة قطر الشقيقة من جانبه أعرب وزير الخارجية قطرية عن تقدير بلاده للروابط الوثيقة والممتدة ما بين البلدين الشقيقين وما شهدته العلاقات من نقلة نوعية في مختلف المجالات كما استعرض الوزيران جهود البلدين المشتركة على مسار تسوية الأزمة في قطاع غزة مجددين التأكيد على حتمية وقف إطلاق نار كما تطرق اللقاء للتوترات المتزايدة في المنطقة على خلفية الأزمة في قطاع غزة ومنها على الساحة اللبنانية والأوضاع في ليبيا وسوريا وسودان ومستجدات سد النهضة واتفق الوزيران على مواصلة تكثيف التنصيق والعمل المشترك لتعميق مسار العلاقات الثنائية في شتى المجالات ترجمة نانسي قنقر